رغم تراجع عدد الجياع خلال السنوات الماضية، لا يزال نحو ثمانمائة وخمسة ملايين شخص يعانون الجوعة وسوء التغذية حول العالم أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يقول إن 63 دولة نجحت حتى الآن في تخفيض نسبة الجياع في بلادهم ما يعني أن العالم أصبح أقرب إلى تحقيق الهدف الإنمائي للألفية الذي يقضي بخفض نسبة الجياع بحلول عام 2015 لكن عوامل كثيرة لا تزال تقف عائقاً في وجه هذا الهدف العالم الآن يواجه معدلاً غير مسبوقاً من الأزمات وأكبر تحدي للقضاء على الجوع حول العالم هو مكافحة سوء التغذية في أماكن الصراعات والنزاعات بما فيها بلدان كانت تتمتع بمستوى جيد من الأمن الغذائي تم تدميره بغضون أسابيع في سوريا والعراق يطرح تنظيم الدولة تحديات جديدة في وجه المنظمات الدولية التي تعجز عن الحد من سيطرة داعش على موارد الغذاء مثل القمح والمحاصيل الزراعية في المناطق التي أصبحت تحت سيطارتها التقرير أيضاً صنف اليمن من بين أفقر دول العالم وأكثرها افتقاراً للأمن الغذائي واستغياب الاستقرار السياسي والتدهور الاقتصادي في البلاد أكثر من 46% من أطفال اليمن يعانون سوء التغذية فيما يعتمد خمسة ملايين يمني على المساعدات الغذائية في بلد يستورد أكثر من 90% من احتياجات القمح والأرز جراء تضاؤل نسبة الانتاج الزراعي ويحث التقرير الحكومة اليمنية على السعي لتحقيق هدفها بخفض نسبة الجوع في البلاد إلى الثلث بحلول العام المقبل وتسجل القارة الإفريقية أعلى نسبة جياع في العالم تفاقم وضعهم بسبب الانتشار الوبائي لفيروس الإبولة في الأشهر الأخيرة خاصة في بلدان غرب إفريقيا التقرير يخلص إلى أن قارة آسيا باتت أكبر موطن للجياع وتحوي 526 مليون شخص يعانون سوء التغذية تتصدرهم الهند التي تراجع عدد الجياع فيها ليصل إلى 190 مليون شخص رغم تنامي عدد السكان إلى مليار ونصف المليار السراعات المستمرة وانتشار الوباء والتغير المناخي وانهيار البنية التحتية وغياب الاستقرار السياسي عوامل تجتمع لتحول الغذاء إلى مورد نادر في بعض البلدان رغم انخفاض أسعار الغذاء حول العالم اشتركوا في القناة